نتكلم على الخط الدفاع النادي الأهلي بصفة عامة في بعض الناس بتقول إن النادي الأهلي الخط الدفاع مش ماشي بشكل كويس رغم إن إحنا لغاية دولة أفضل دفاع لكن في علامات استفهام شوية على دفاع النادي الأهلي إنت شايف أو كالعيب في الملعب أو جوة الفرقة شايف الكلام ده موجود نتيجة إيه؟ نتيجة إيه؟ نتيجة إصابات؟ نتيجة إن لا إحنا في بعض المتشاط بنقديها بشكل وحش في الخط الوسط ما بيساعدناش إنت كساعد شايف الموضوع ده إزاي؟ رود الأفعال دي صح ولا تطمن الناس على دفاع النادي أهلي؟ هو بص يا كابتن إحنا دايماً لازم أفرق بين انطباعي كلاعب وانطباعي كمشجع انطباعي كلاعب بيبقى جاي من من الخلفية اللي أنا عايش فيها اللي هي التدريبي، ماتشاطي الخبرات اللي أنت بتكتسبها من خلال لعبك في النادي السيدين كتير فتطر تقيم أنا عندي مشكلة في الأساس أصلاً ولا ما عنديش ده بصدق ده أعزين نسمعه منك كواحد جوه جوه النادي ومش أي حد يوصل لي إن أنا عندي مشكلة وأنا يبقى كويس فأقول آه ده نعيان أو لا أنا ما عنديش مشكلة فأنت ليه؟ توهم نفسك يعني عايز تدخلني إن أنا عندي مشكلة فأنا أقوى خط تدفع في الدوري سجل فيك تماماً أهداك بس؟ وانت واصل قبل نهاية بطولة أفريقيا فأنت كل أهدافك محققها صحيح؟ بس فيه برضو ناس متخوفة من دفاع الأهلي في الفترة دي ويمكن حتى بعد ماشي الانتاج تقريباً محمود متولي نزل عمل يعني يعني منها أكملك بشكل فدقي جداً الحركة اللي عملها بس برضو تصاب ففيه ناس متخوفة فإحنا عايزين نطمنها إنه بالرغم من التخوفات دي إلا إنه دفاع الأهلي من أقوى الدفاعات يعني في مصر هو ممكن على المستوى العادة ده كابتن هاني إنه أنت فيه ساعة مصاب ومتولي فما فيش الله رامي ويسر وأيمن آه ممكن إنه إحنا نبقى قلقانين شوية إنه عندنا تلات مدافعين فأنا حاول نحافظ عليهم بحيث مع الإصابات هيبقى فيه مشكلة إنه إحنا هيبقى فيه اتنين بس فدها تبقى مشكلة لكن أنا دلوقتي بأتكلم في نقطة إن بعد التوقف اللي حصل وكورونا الفرقة كمجمل مش نفس المستوى اللي إحنا فنشنا به ده طبيعي أنت بتتكلم على المستوى الجماعي على المستوى الجماعي فأنا مقدرش يقول إن خطة فعن هذه الأهل متأثر لأن الشكل الهجومي بتاعنا مش هو اللي قابل التوقف الانتشار بتاعنا الضغط بتاعنا من ماتش لماتش الدنيا بنحاول إنه إحنا نتحسن في ظل ده أنت عندك إصابات عندك إيقافات عندك لعيبة خرجت من التيم الهيكل اللي انت كنت عامله والانسجام اللي انت كنت عامله خرج كذا عنصر منه فالدنيا بتاريت يحصل شوية تتغير يحصل شوية تفاوت في المستوى لكن ده طبيعي لكن في نفس الوقت انت بتكسب وده اللي يهمك فرقة كبيرة أن انت بتكسب لكن طبيعي أن انت فيه ماتشوط أن انت الفرقة كلها كتوتل مش في حالتها فطبيعي أن خدت الدفاعها تهز فده طبيعي وبعدين حضرات كنت مدافع وعارف أنت متدفعش الوحدة قال باتفاق أولتين متدفعين بيدافعوا مع الاتنين البكات مع نص الملعب الاتنين البكندر سعاد بنقول لو رأس الحربة ما بيكون شو أقول واحد بيقف من قدام هتبع عندي مشكلة لوسط الملعب ووسط الملعب حي هيرد عليك طبعا فهو أنت دايما لما يكون الفرقة كومباكت وكتلة واحدة وبتدفع كويس جدا وحضرك يعني لقبت برة كتير وشوفت وبتتفرج على الفرقة وكنت دايما بتقول تكلمنا عن ألمانيا وعن الفرقة الكبيرة بتدفع إزاي فده أنت ما قدرش أكام خطت الدفاع لوحده لكن آه لو فيه خطأ فردي لعيب تسبب في خطأ فردي أكيد آه ممكن هتقول فيه مشكلة ده واري لسه آه لكن على المستوى العام أنا شايفت الأمور ماشي بشكل كويس ممكن الناس حريصة أكتر أن نحن نبقى أحسن على المستوى الدفاع على المستوى الهجومي على المستوى الفرقة ككل آه ممكن نتقبل أن الناس بتحاول أنها تنصحنا أن نحن نبقى أفضل وده إحنا حرصين عليه أنت بقى لو كنت مكان فايلر كنت عملت إيه هل كنت عملت التبديلات معينة حطيت مثلا أحمد فتحي لعب سيرتباك يعني أنت لو بتتفرج أولا أنا عايزة بس قبل وهرجع بقى للسؤال ده أنت لما بتتفرج على ماتش أصعب ولا لما بتلعب أصعب يعني دايما نقول لك اللي بتتفرج على المباريات ده بيبقى أصعب من اللي بيلعب أنت عايزة أن أجواب على الآن السؤال ده ده الأخراني ده ده الأخراني وبعد كده أرجع لأحمد فتحي هو أول حاجة بتكييف تلج فأنا عاد بلداني أنا قلت لك تعالى بجيت والشناوي برضو تعالى برضو جايب مستكم حطين فاكهة أو حاجة فين طبوز فين مستكم جاهو برد بس مبدايا معلش أنوطولك حاليا قوليلي بقى تاني السؤال